سفر نشيد الإنشاد هو سفر بكل أسف ويعني يحتوي على غراميات وعلى غزليات وهو يتكون من ثمان إصحاحات وهذا الكتاب المقدس الترجمة الرهبانية اليسوعية وضع لنا علماء الكتاب المقدس للترجمة الرهبانية اليسوعية وضعوا لنا في مقدمة كل سفر وضعوا لنا مدخلا من مداخل ترجمة أورا شليم الفرنسية علماء يعتبرون من أكبر وأروع وأرفع علماء الكتاب المقدس في الكون وضعوا مقدمات أمام كل سفر فماذا يقولون عن سفر نشيد الإنشاد إن هذا الكتاب الصغير يشكل مسألة من أشد المسائل المتنازع عليها في نصوص الكتاب المقدس فما معنى هذه القصيدة الغزلية أو هم يقولون مجموعة القصائد الغزلية في العهد القديم فللكتاب طابع غرامي وهو لا يتوقف إلا على الجمال الطبيعي ولا يذكر الله ولا إنجاب الأطفال وفيه إشارات إلى جغرافية فلسطين لا بل فيه ذكريات أسطورية ومع ذلك هكذا يقول العلماء فلا نجد فيه أي مفتاح لتفسيره من الذي ألفه وفي أي تاريخ ولماذا ألف وإذا صح أن وجوده في قانون الكتب المقدسة لم يكن إلا مصادفة فكيف اكتسب مكانه حتى إنه وجد دوره في ردبة الفصح اليهودي في وقت لاحق ويمضي العلماء قائلين إن هذا السب ليس مؤلفه سليمان ولكن من الواضح أن مؤلفها أي هذه القصائد ليس سليمان لقد نصب نشيد الأناشيد إلى سليمان كما نصب إليه سفر الأمثال وسفر الجامعة وسفر الحكمة وأما هذا العالم الفرنسي وهو عالم كاثوليكي وهو الأب أصطفان شير بانتيي وهو ينتمي إلى كنيسة روما وقد أصدر هذا الكتاب كتاب دليل إلى قراءة الكتاب المقدس فيقول في الصفحة 87 قصيدة رائعة تتغنى بالحب البشر في كثافته الجسدية وبواقعية لا ينكرها الشعراء العصريون للنص الحالي قصة قديمة لا شك أنه ينطلق من قصائد حب قديمة كانوا ينشدونها في السهرات ولعله هذا كلام الأب أصطفان شير بانتيه يستوحى من الطقوس الوثنية من الطقوس الوثنية لا يذكر الله أبداً هذا السفر عندما نتملاه نجد أن حبيباً يأتي بحبيبته ويعريها استغفر الله من رأسها إلى قدميها ثم يقوم بالتغزل في كل دقيقة من دقائق الجسد العاري وصفاً إياه ومتحدثاً عن أسرار هذا الجسد هذا هو السفر الذي يسمى والذي يسأل عنه الدكتور اسمه الدكتور؟ الدكتور بسام الدكتور بسام من السويد ولذلك الكنيسة الكاسوليكية في مطلع الحديث عن سفر نشيد الأنشيد أو سفر نشيد الإنشاد تضع تحذيراً وتنبيهاً تقول فيه يحرم على الشباب المراهقين والشبات المراهقات أن يطالعوا سفر نشيد الإنشاد وبناء عليه نجد أن هذه الفتاة المحبوبة تخرج في جنح الليل في وسط الظلام تبحث عن حبيبها وإذا برجال الشرطة يقبضون عليها وهي تحكي كما جاء في هذا الكتاب هذا الكتاب المقدس للبروتستانت طبعة بيروت نعم الكتاب المقدس للبروتستانت تقول هذه الفتاة التي تسمى بشولوميت تقول بأن هؤلاء الذين الحراسة الذين قبضوا عليها تقول هي على لسانها بأنهم قاموا بنزع إزارها عنها نعم وخبالك بينما ترجمة الرهبانية اليسوعية تتحدث نزع عني إزاري نزع عني ردائي بينما ترجمة ريجاردواتس ألف تممية واحد وتلاتين للأسف الشديد طبعة روما لمنفعة الكنائس الشرقية تقول كلاما آخر 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 فماذا تقول تقول أخذوا جلالي مني وما هو جلالك يا شولوميت الكل يعلم ما هو جلالها عروها وتناوب عليها واغتصبوها وأخذوا براءتها وعزريتها منها وبهذا نجد أن الكتب والطبعات والترجمات التي تصدر عن إخواننا المسيحيين تتضارب فيما بينها وتتباين في تفسير وترجمة سفر نشيد الأناشيد ترجمة نانسي قنقر